هذه اللقاطات تأتينا مباشرة في محيط غلاف غزة ويبدو بأنها انفجارات كبيرة تحدث الآن حتى هذه اللحظة لم يتبين هل كانت نتيجة قصف إسرائيلي أم قذفات صاروخية خرجت من قطاع غزة باتجاه هذه المنطقة الحدودية فيما تسمى غلاف غزة كما نتابع على شاشة مباشرة هذه المنطقة تعتبر الآن ثقنة عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الماضية لتكثيف الجانب الإسرائيلي من تواجده في هذه المنطقة المتوترة منذ اليوم الأول من يوم السبت منذ عملية طفان الأقصى وتستقبل دائما الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة من الفصائل الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة